افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم مشروعة توسع الطريق دبي العين من ثلاثة مسارات إلى ستة مسارات في اتجاه العين وذلك في المقطع الممتد من تقاطع بوكدرة إلى تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع طريق دبي العين بطول ثمانية كيلومترات إضافة إلى نفقين لخدمة الحركة المرورية للدخول والخروج من وإلى شارع الميدان وكذلك الطرق الخدمية المؤدية لمواقع المجمعات السكانية في مناطق ند الشبة وجسر ند الشبة الجديد ومنطقة ميدان وميدان هايتس